تنديدا بعمليات القتل التي نفذها الحثيون خلال الأوينة الأخيرة بحق تسعة مدنيين انضم الاتحاد الأوروبي لموجة الانتقادات الدولية جراء اعدام هؤلاء اليمنين وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له إن هناك تقاريرا عن حدوث مخالفات في الإجراءة القضائية ومزعم بسوء المعاملة مضيفا أن الاتحاد يعرض بشدة عقوبة الاعدام في جميع الظروف والأوقات باعتبارها عقوبة قاسية وغير إنسانية وجاء هذا بعد أن أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونو جوتيريش بيانا مشابها دعا فيه أيضا إلى وقف تطبيق عقوبة الاعدام في اليمن وإلى تسوية تفاوضية سلمية للصراع هناك كما نددت السفارة الأمريكية في اليمن بما وصفتها بالمحاكمة الصوارية والانتهاكات الحثياء على مدار سنوات بدورها أعتبرت بريطانيا أن عمليات الاعدام تظهر عدم الاكتراث بكرامة الإنسان وتجاهلا صارخا للمحاكمة العادلة والإجراءة القانونية الواجبة في المقابل رفضت وزارة الخارجية الثابعة للحثيين تلك الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية متهمة الأمم المتحدة والغرب بالتغاضي عن انتهاكات التحالف وخالصت محكمة حثية إلى أن دسعة أشخاص أحدهم قصر متهمون بالتجسس وتبادل المعلومات مع التحالف العربي الذي استهدف صالح الصماد أحد قيادي الحثيين في إبريل نيسان 2018 ترجمة نانسي قنقر